سيد عزيز أخنوش اليوم فيما يخرج يتكلم معنا تقول لنا بأن الأمور بخير وعلى خير الحالة الاقتصادية دي البلاد مزيانة الأمور كلها بخير وعلى خير كان هناك استثمارات يعني كان المسائل كلها تحت السيطرة من اللي كانت تكلموا مع المواطنين المواطنين كل شي كي شكي كل شي كي بكي غلق الأسعار اكتوى به الجميع سيد عزيز أخنوش يعني التاريخ يبقى مسجل عليه الكلام ديالو ديال أن اللي ما مربيش من المغاربة غدين عودوا له التربية واش استحسان ما كتشوفش بأن هذا الحكومة هذه احتهية تتجه نحو السقوط بالضربة القاضية على يد ارتفاع الأسعار هذا ارتفاع الأسعار اللي خلال الصغير قبل الكبير كيشكي وكيقول لهم إن هذا منكر واش ما كتشوفش بأن هذا ارتفاع الأسعار ممكن يوصل هذا الحكومة إلى الباب المسدود استحسان استحسان الصوت بكل صراحة أخي عبد الرحمن أن هذا الموضوع هو موضوع حي موضوع كبير يعني ماشي ساهل باش أننا غن نتكلمو على الحكومة أو غن نتكلمو على رئيس ديالا ليهو السي أخنوش المسألة أكبر من ذلك ف ارتفاع الأسعار هي واحد النقطة التي أفضت الكأس يعني هذا الحكومة الوقت اللي تنصبت بكل صراحة أنها بدأت الخطوات ديالها بالاستقواء بدأت خطواتها بالتحكم بدأت بذلك اللسان اللي هو ديال الجلاد بدأت بيد البطش بدأت بمجموعة من الأمور التي تستهلك في عالم ديال الشيطانة والمؤامرة ومجموعة ديالأمور يعني القضية ديالأسعار كيف ما بغي يوظفها الإنسان في هذا الوقت الراهين الأغلبية كي يقول لك بأن ارتفاع الأسعار مقرون بالكوفيد مقرون بالحرب الدائرة اليوم مع روسيا وأوكرانيا إلى آخرين مجموعة ديالأمور حاولوا ما أمكن أنهم يعطيوها هاد المخرج هادا وأنهم يحاولوا ما أمكن الحكومة أنها تبرر الفشل الداريع ديالها في تدبير العام بهذه الطريقة هاد تدبير اللي هو فاشل وتدبير كي يخدم المصالح دياله هاد الحكومة هادي ولكن راه ماشي كل هالحكومة تستفيد راه تاني واحد مجموعة هي اللي واخدها هاد القوة واللي كترأسها كذلك الهرام هو رئيس الحكومة تاني من جديد اللي كي يستفيد أكتر من هاد الأسعار اللي مرتفعة ففي قضية المحروقات أنتم كتعرفوا بأن البترول والمسائل أنه نزل في الدول الأجنبية في الدول العالم يعني أغلبها أنها خفضات من من الصعر ديال المحروقات إلا المغرب فهو دار عين ميكا كيف ما كان قوله وأنه رغم الاحتجاجات ديال المواطنين إلا وأن الإصرار ديال رئيس الحكومة أو الحكومة الإصرار دياله على باش يبقى داك الارتفاع ديال المحروقات هو هادك رغم أنهم حاولوا ما أمكانهم يدردروا واحد شوية ديال الرماد في العيون قادية ديال نزلو ستا ديال سان ديال السنتيمات وثم تيرطفعوا تاني كدلك يرفعوها ديال درهم يعني واحد اللعبة اللي هي بين كيف ما كان قوله يعني شي حويج ما كيدراش دريس غير حتى إلا بغي يدير شي لعبة يخص هاد دير متقونة يخص مهنديس لهذه المسائيل هادي باش ما تبينش لأن هاد الهندسة اللي كتدير هذه الحكومة هي هندسة ديالي صغار لأقل من من ست سنين وبكل صراحة كذلك اليوم اليوم مطالبة الحكومة هاد الارتفاع اللي بقى منذ تخفض الأسعار في دول العالم رخصة تبع فيها هاد الارباح اللي خدهت هاد الحكومة في نهومة يعني لأن هاد الارباح هادي ولو أنهم نحسب نقلة القول أن هاد هاد الارباح غادة تمشي للمسائيل اللي هي اجتماعية وغادة يعطون للناس فيها مش موعد يرفض حسنا لما كانت تكلموش عن المستقبل ما كانت هضروش عن المستقبل هاد الشعب هادا في حاجة ما سألة قوتي يومه يعني الآن ماذا حققت حكومة للمواطن خلال 24 ساعة من اللي كان في قوخ سنة عرفوا الحكومة أجدرت فهذا 24 ساعة ماذا قررت أما قضية ديال الفين وثلاثة وعشرين غادي ندخلو كده و الفين وستة وخمسين و الفين و الله أعلم ما سألة دي ديالتبادين هاد شي هاد شي كي رجعنا للمخططات ديال المخطط الخماسي والمخطط التولاتي والمخطط اللي كانوا دائما المخططات غير ناجحة ومعمرها نجحات يعني هاد تدبير هاد راه ضرار الأول اللي متضرر فيه راه هو المواطن راه لا يمكن لا يمكن باش المواطن أنه غد يبقى زيد صبر راه خصد الحكومة تدير دير في بالها بأنه راه دمشي هو اليوم خصد تحاول ما أمكن أو تاني أنه هاد الشعب راه ما لا يهدد ما بقاش ذلك الشعب اللي كتززع للعصاء وكي راه شوف هاد شعب واعي مزيان واعي تانيا وفي للبلاد وما بغيهاش فوضى هذا هو الأمور أخي أنا بقي كان عقل أن هاد القضية دي الأسعار كانت مراقبة بواحد شكل هو صارم جدا من اللي كنت أنا طيف صغير الأبدي اللي رحمه كان عنده محلة تجارية في مولي عقوب وبقي كان عقل النهار اللي كانت تجارية مراقبة الأسعار لكي تراقب الأسعار عند الموالي اللي حوانت أرى الموالي اللي حوانت رأى رأى تشدهم صغفة رأى ما كان ينعسوه دابا واللي نشوفه يعني السعر تزاد برهام 10 ريال 50 سنتيم هكك بدون سابق انظر الحليب الخبز المواد هي أساسية لكي تزاد في هذه الساعات غير ريال يعني كانت تدير مثلا 28 ريال باشتولي 30 ريال رأى المغرب كله يخص السيق لهذه الخبار دابا الآن في غفلة من أمر الناس المواد الغذائية كل الهك يتزاد فيها تكلمت قبيل لأخ حسن على المحروقات المحروقات نخافضت في الولايات المتحدة نخافضت في كندا نخافضت في أوروبا ما نخافضت في المغرب إذن هذه الشركات تتكدس أرباح التي هي إضافية على الأرباح المستحقة ولكن ما يحسب ها لدينا مجموعات المختصين في عالم الاقتصاد في المغرب الذين يخرجون يقول لك أن الناس مربحوا الآن ما يفوق 50 مليار درهم الذي كانت في البداية 17 مليار الآن المبلغ فاق 50 مليار ولكن ما يحسب مع هذه الناس ما سيأتي لدي أخنوش يقول لهم بصيفة واحد من أكبر المستثمرين في مجال المحروقات سيقول لك بأن أربحت 50 مليار درهم بطريقة غير مشروعة هنا سنعود نرجع لهذه النقطة ما سيحسب أخنوش ما أخنوش ممكن يحسب أخنوش لا نحن نؤمن بدولة المؤسسات لدينا البرلمان يوسائل ولكن البرلمان في الضعف الذي أبان عليه الآن ومنذ تنصيبه كذلك مؤسسة تشريع هذا البرلمان فاشل هذا البرلمان جامد ساكن ساكت يعني بصراحة أنه من البرلمان التي هي كيف ما كنقوله هابطة يعني رغم أن المؤسسة هي مؤسسة دي التقى يعني مع ضيرا نقولك بأن هذا البرلمان يتسد لأن لا يلعبوا دوره ما كيلعبش الدور دياله اللي هو دور شريعي ودور تمتلي ما ما مسوقش لمواطنين أساسا ما كيطرحش الواقع دي المواطن والمطالب دي المواطن ما كيطرحش داخل قفة البرلمان أنا أنا كنشوف بأن على الأقل هذه السنة هذه السنة كان على البرلمان أن يكون قويا ولكن تبعي وديلي إلى أخنوش أو إلى هذه الحكومة فالبرلمانيين كلهم غيبين على الواقع رغم هذه المعارضات قليل بعض الوجوه اللي هي تحاول أن يعني كتتظاهر ب يعني كتلعب دور دي المقراطية داخل البرلمان بين المعارضة وبين الأغلبية اللي هي أغلبية مريحة إلا وأن هذاك شي غير كافي وكتبان الصورة بأن تلك الأسئلة التي تطرح سواء شفوية أو كتابية داخل قبة البرلمان وعند المسائلة وعند المسائلة دي الأخنوش هناك بي لنا بأنه ليس هناك محاسبة لأخنوش داخل قبة البرلمان سيد قوي عليهم والبرلمان عندنا ضعيف بأغلبيته المريحة وبمعارضته كيف ما كنقول أنا مميزة بالتبعية يعني نفس الشيء السحس اللي قلت عن البرلمان ينطبق أيضا عن المجليزية الأقادير طبيعة الحال طبيعة الحال رأى هو الرئيس ديالو رأى هو العمدة رأى هو كل شي يعني عطنوا 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 وحد المساحة ديال مالك صغير خسنا نقولوها خسنا نقولوها احنا مواطنين ما كنسبوش مكان هذا ولكن العين ديالنا كتبيل لنا الواضح كتبيل لنا شنو اللي كيطرق لأن البرلمان أولا فرغ نفسه يعني فرغ نفسه من الواقع ما بقاش كيتكلم عن الواقع الماعيش والواقع المعاش ديال المواطنين في حين أنه خص خص البرلمان يكون لأن كيف ما كنقولو الواقع ديال البرلمان الحقيقي هو أنه يستمد قوته من صوت المواطنين لإعطاهم هد 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 النيابة ولكن علاش ما كننقشوش بأن هذا البرلمان ليس من رحم صناديق الاقتراح ونكونوا واقعيين علاش ما كنتكلموش في هذا الجانب لي هو أساسي هذا البرلمان لم يصوت عليه الشعب المغربي هذا البرلمان بغرفتين لم يأخذ حضه من صوت المواطن وش عبض له هذا هذا كي تسمى برلمان برلمان لوائح الانتخابية ماشي صناديق الاقتراع والفرق كبير الفرق كبير أن تكون عندنا حكومة حكومة لوائح الانتخابية وما غتكونش عندنا حكومة ديالصوط ديال ديال صناديق الاقتراع هد الحكومة برأسه ما صوتش عليها الشعب ما صوتش عليها الشعب الشعب صوت على الجماعات الترابية صوت على المجالس الجماعية صوت على لم يصوت على البرلمان ولم يصوت على هذه الاحزاب الشعب الشعب لم يصوت لأن القاسم الانتخابي هو اللوائح الانتخابية بالنسبة للجماعات كان صندوق الاقتراع هو 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 الأصوات الصحيحة اللي تباروا عليها المستشارين الجماعين أو جماعات ترابية في الانتخابات اللي دا سديلت من يصفتهم يعني هذا هو الواقع هذه حكومة ليست من رحم صناديق الاقتراع إذن هكذا تكون هذا هو الاستقواء وهذا هو هدي وين مؤامرة وهذا شي هو لي كين نحن نعيشه في شروط يعني سياسة ديالشروط يعني خارج اللعب خارج اللعب حكومة ماشي ديالي حكومة ماشي ديال المواطن حكومة ماشي ديال تشوح هدي مؤامرة لأنه وخاك يجي أخلوش يقول لك أنا عيني جلالة الملك قبل ما كي عيني جلالة الملك راكي را الأصوات اللي خديتون تملي نعبته درتوتا المؤامرة على جلالة الملك عطيتوه بأنكم هاد الأرقام اللي طلعت هي أصوات ديال المواطنين وهي ماشي أصوات ديال المواطن هدي أصوات أصوات ديال الجماعات الترابية بالنسبة للوائح الانتخابية ما هي إلى المرور إلى الاقتراع فكيف تصبح لوائح الانتخابية هي مكان الصوت سلطة الصوت للمواطن المواطن ما دارش الإرادة دياله ماشي يختار رغم أنه جلالة الملك في السابق كان كي يقول لهم إذا خسكم تنزلوا تصوتوا على الناس اللي هما أكفاء الناس اللي قادرين باش يدبروا العام وسلطة وعني عندكم واحد السلطة خسكم تخدموها وهي السلطة يعني سلطة الصوت وهذا السلطة الصوت لم تكن في الانتخابات ديال 8-6-11 إذا هذه حكومة مستقوية داخلها مصباطة كيف ما نقوله رأي اللي داخل مصباطة كي يدير اللي بغاق مستقوي متحكم هذا هو الإطار أخي نعم سليحة سانة أريد أن نسمعوه على القبيلة قلت بأنه مجموعة من الخبراء في علوم الاقتصاد لكي يجبدوا واحد العدد كبير من الهفوات واحد العدد كبير من الخروقات ولكن لا نرى متابعات لا نرى مسألة هنا الأمر يتعلق بوالي بنك المغربي يعني لا يوجد أي واحد سمعوها كيف سيقول ما أعرف تقول لا الله ما أعرفنا هذه الحليلة هي التي تتساو هذا ما نسمع الراشناليزاTION ديبانس و الأبتيميزاTION ديبانس ولكن لما تتشوف على أنه 80% المؤسسات 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 تتساو تتساو ديفيسيتار و تتساو و تتساو و تتساو محررة و مشكلة و ما تتساو بعض المصارف تتساو تتساو الوشادوية الأولوية و عندما نقول أنا حسب جريبة ديالي تتقول إلا أنت قلت الديالوغ سوسع اش رجل تتخل نح الديالوغ سوسع ولكن نقول كذلك بكل أمان لا يمكن شي ترى نحن دابع من الدول لما تتعمل سمي وتجيب على سالير مويان من أعلى النساء بنسبة الدول الأخرى أعلى حتى في الأجرة الموظفة بالنسبة للدول التي تايا و نحن فوق لا تنقل على أن تعمل أو ما تعمل ولكن و زيط في البروديوكتيفية إذن هذا هو قصيد هذا شي لش بغينا نسمع للسي الجوهري إلا بغيتي تزيد تزيد في البروديوكتيفيت أنا تنشوف يعني هذه الحكومة كيف أنها كتفكر الاستثمارات اللي هي كبيرة بزاف سيد عزيز أخنوش اللي كيعطي امتيازات ضريبية الشركة اللي هو دخل فيها شرك Sound Energy وفي كل مرة كنقرف مقالات قد تتكلم على أن المغرب سيصدر الطاقة إلى إنجلترا بينما الأمر يتعلق بشركة فلوسها غدي تمشي الخزينة لها الشركة وغدي تمشي جزء منها غي يمشي لعند عزيز أخنوش وتنشوف بأن هذا البروديوكتيفيت اللي كيتكلم عليها السيد ولي بنك المغرب ما يتكلم عليها حتى يحد بل أفضع من هذا أن حتى الشركات 80% منها تتكلم بأن تخسر قانونيا عندك عدد السنوات إلى 4 سنين مثلا لابرت يجب أن تسد لأن لا يمكن أن تبقى 20 عام وكل عام تتكلم بأن لا يحتاج لكي لن تخلص الدرائب أيضا كنت تكلم بحوار سابق على محمد المتزكي على الكيفية التي استطعت بها إيطاليا أن تنمو بالاقتصاد من بعد موضع السلطة التي تمارسها المافيا على تدبير شؤون البلاد وهو أن شجعات الشركات المتوسطة والصغيرة وشجعات الإنتاجية عاونت هذه المؤسسات لتنمو تنمو وتزيد في الإنتاجية هذه الأمور لا يتكلم بها لا يتكلم عن كيف سنقوم بحوال الملايير من خلال تمرير قوانين اللي هي لصالح الشركات الكبرى كنشوف بأن القانون اللي كان دخول للبرلمان مؤخرا من أجل محاسبة الناس على التروى ديالهم بخصوص الإطراء الغير المشروع تم سحبه مؤخرا تنشوف يعني حتى الوزير ديال عدل سي عبداللطيف وهبي اللي كان نتظر منه يعني مساهمة كبيرة في إنعاش السياسة في المغرب وأننا نمر الواحد المستوراقي من السياسة الآن وكأنه بغي يأخذ البلصة ديال بن كيران بغي يضحاك بغي يشد لق الشبا يعني سي حسن انت هدرنا على غلاء الأسعار هدرنا على الاهتمام ديال هذه الحكومة بكل ما يخدم المصالح ديالها وديال الناس المقربين منها يعني بعيدا عن غلاء الأسعار يعني كيفاش تشوف المرضودية ديال سادة الوزراء الآخرين ونخذه كنموذج يعني كمثال عبداللطيف وهبي عبدالطيف عبدالطيف وهبي أولا نجينا نتكلم عليه العدل يعني هاد اسمية لماذا لما تتغير مخصوش يبقى وزير العدل هاد الاسم ديال وزير العدل مخصوش يبقى لأن أولا ما تحتوش قوضات لا القضاء الجالس يعني بجميع تشكيل ديال القوضات نيابة العامة مستقلة القوضات ما بقوش فيديو ما عندو علاقة بهم كين عدنا مجلس الأعلى للسلطة القضائية عندنا مؤسسة النيابة العامة عندنا مجموعة ديال الأمور وهو كذلك احتم على المحامون وزارة وصية وزارة وصية على هذا قطاع هذا وعلى المتقين وعلى العدول وعلى المحاسبين وعلى إلى آخرين مجموعة ديال الأمور كذلك هو مكلف جهيز والبنايات وكذلك إلى آخرين وزير العدل هو يكون يشرف على القوضات يشرف على الأحكام يشرف على مجموعة ديال الأمور ماشي قضية ديال أن كيدير مشاريع قوانين ويعطي هالبرلمان يشوف وشيصور على وليس وزير العدل وزير العدل منك نعطيه واحد القيمة ديال وحد إنسان ووزير العدل وزير العدل يكون بالإشراف ديال بالحينكة ديال بالأدبيات ديال بالكاريزمة ديال تبارك الله مروا عدنا في المغرب عدنا وزراء العدل كان الاحترام والتقدير هاد الخارجات مع ممر شي وزير ديال العدل كان مازالك يخرجوه وزراء آخرين ولكن وزير العدل عنده حاجة قراء ويلي ويلي احنا يا أمام أمام علاق السي عبدالطيف وهبي شوف أمور من توزير ديال في هذا القطاع شوف شحال من حاجة يعني حمال كتكون الأفكار ديال حمالة أوجوه ما شي هو ما غير نغضروش عليه هو مهم الأفكار اللي كيحمل في ضمن